ايزا اقولك يا جماعة ان انا النهاردة يعني محظوظة جدا لان انا معايا ضيفة لذيذة وفرفوشة ودمها خفيف ويعني عسل وبنأحلل حاجات ان الواحد يبقى معايا ضيفة كده دمها خفيف وقاعدين بنتحك كده والقاعدة حلوة وما فيهاش تكليف يعني مش مجرد انه موزيعة قاعدة بتسأل اسئلة لضيفة لأ النهاردة انا معايا يعني فنانة جميلة ونستلجيا كده كده زيما بنحب نشوف الحاجات القديمة بتاعت زمان اللي عملت ادوار حلوة وهي تعرفت كمان باعلان عرف الجامع الوقت كان عنده حق اوعي تقوليله لا اكيد كلنا فاكرينه ومن الاعلانات اللي كلنا كمان بنحبها من الاعلان ده بدأت تدخل بقى بوابة الفن من اوسع ابوابها ومسلسلات وافلام ومسرحيات وفي كل دور بتعمله الناس كلها كده بتطلع فكرة مشاهدها وكلامها وكانت يعني عاملة بصمة وعلامة كبيرة جدا مع الناس غير ان هي طبعا قريبة من القلب قريبة من الجمهور الناس كلها بتحبها لان هي يعني تحسن هي قاعدة معاك كده واحدة من عيلتك النهاردة انا منوراني ومشرفاني الجميلة اللذيذة العسل فاتن شعبان انت منوراني يا حبيبتي حبيبتي يا مروة والله ومبسوطة ان انت معايا النهاردة ومبسوطة ان انت تقريبا بقالك يعني عشر سنين ما ظهرتيش في برامج والنهاردة انت منوراني في عدد ستات حبيبتي يا مروة والله يا حبيبتي يا مروة عاملة ايه يا فاتن انا اللي مبسوطة وجايا لك يعني يا حبيبتي وده شرف لي وانا مبسوطة جدا ان انا قاعدة معاك وعارفة ان هي هتبقى احلى قاعدة في عدد الستات واحكيلي بقى انت بتحبي الاول عدد الستات ولا اخبارها ايه معاك مش كل الستات يعني اه يعني ساعات بقى اللي لقيه خش في الناميمة اخلع اه تحبيش الناميمة لا 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 خالص وعندي حاسة كده اعرف يعني اذا كان دي فيها كده ام خلعون على طول ملكش في موضوع بقى ان احنا نعود ننم ونقول دي اتجوزت لقا دي اتطلقت لقا اجوزها خالها لا 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 مفيش الكلام ده جوزت على الستات ده احبش خالص اه طب انا قبل اي حاجة بقى وقبل ما اقولك ان انت وحشتينا وان انت يعني اه ام ليه بعدتي الفترة دي عايز اقولك طبعا مبروك للأهل انا عارف انت زمال كوية ايه ولكن روحك رياضية لا انا فرحة المبروك للأهلوية كلهم ومحمد اشرف وشاب اشرف عشان لما روح ما يقنلوش عليها كده و اكتر بقى اهاب فاهمي ايوة بقيتها عشان هو يعني اهلوي فظيح اهلوي متعصم فظيح ولو كتبتي حاجة مثلا عن الزمالك ولا غلطت في الاهل ولا اي حاجة يزعل منك لا انا بصي انا زمال كوية وافتخر ونحترم الرأي والرأي الاب طبعا اكيد وفرحانة للأهل بقول زعلانة على الزمالك ما بتكلمش يعني ما ما نشأة انا زمال كوية فير سنظل اقوفياء انت تبع الفكرة بتاعت سنظل اقوفياء دايما الزمال كوية كلهم سنظل اقوفياء انا زمال كوية وانا عندي خمس سنين ابا انا عن جبن كده اه ده انت يعني وانت صغيرة فانت اعرف فيه ناس كتير يقولك ايه انا كنت زمال كوي هبقى اهلاوي انا كنت اهلاوي هبقى زمال كوي ولكن دايما البلائي من الزمال كوية متعصبين اكتر من الاهلوية ليه مش كله بصي وفيه الاهل فيه متعصب وفيه مش متعصب لان انا جوزي اهلاوي ومش متعصب بس اول ما اتجوزنا قلت له قال لنا ات حداوي سيد البلد انت ايه قلت له انا زمال كوي قال لي انا زمال كوي فكان عندي تصور كنت حجنن عايزة نام قلت له انا فصلة فسمعت هيصة قلت ايه زمالك جابت جوي تلع الاهل قلت له ايه ده انت اهلاوي قال لي تخنقت بقى عايز يقول بقى خلاص اه بقى هو اهلاوي لا طبعا ألف مبروك لكل الاهلاوية اللي بيشوفونا والاهلاوية دلوقتي يعني فرحانين ومبسوطين مبسوطين اكتر ان انت يروحك رياضية وعايز اعرف انت فين بقى فاتن يعني انت اختفيتي فترة طويلة رغم ان يعني اللي زيك ما يختفيش لان اللي زيك الجمهور بيحبه الشاشة بتحبه اعتقد الوسط الفني كله بيبقى محتاج خفة الدم واللزازة والحاجة اللي هي بتشيل من على الواحد وانت عارفة الواحد لقتي بقى مسئوليات كتير فبيحب الدحك انت فين بصي انا جيت فترة غيبت عمدا المتعمدة انا لغيب لشان اولاد يعني عندي شاب تجرى انجليش وعندي محمد يوتيوبر عنده محتوى كده على يوتيوب اسمه المنفصم 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 اه ما شاء الله رب نيخليهم بك يا رب فكان فيه وقت لازم اكون جنبه يعني انا بصي ماينفعش فقعدت فترة ولا انا عاملت سنة اللي فاتت فرح العندة وعملت ستهم وعملت حاجة تانية برضا يعني بناءنا بس انت ام ام يعني اللي هو ولادي اعود واربيهم وخلي بالي منهم ولادي لان ربنا هيحسبني على ولادي انش هيحسبني على شو طب ايه رأيك في الامهات اللي هما مثلا فيه فنانات كتير جدا بيكونوا لسه برضو مخلفين وكذا ولكن هما في عز نجوميتهم فبيخافوا من فكرة ان انا اختفي عن الجمهور عشان ما ينسانيش عشان ما فيش جيل تاني يطلع علي حد تاني ممكن يبقى شبه الادوار بتاعتي فياخدوه ما ياخدونيش ايه رأيك في نوعيات الامهات دي او الفكرة ده من الامهات انا كنت كده في الاول كنت اسب بابني عند حماسي وسافر بقى واروح ويجي وابني التاني بس جيه وقت لازم اكون جنبهم يعني هما اتحربوا يعني اعوضهم الغياب اللي انا كنت غيبال او فيه سن معين ما تقدرش تبعدي عنه خصوصا ان هما ولاد برضو فالولاد بيبقوا محتاجين رعاية خاصة ومختلفة عن البلاد شاب 27 ومحمد 24 ربنا خليهم لك يا رب رجالتك بقى صحابي ضهرك وسندك دلوقت لأ صحابي بحكي لهم كل حاجة بحب ااخد رأيهم ممكن انا رأي يكون غلط هما شايفين غير كده ونعد نلعب نعد نهرج كده طيب بالنسبة للاعمال بقى الفناية يعني تبتقولي لي ان السنة اللي فاتت اشتغلتي برضو في مسلسلات يعني كبيرة وليها اسامي ومع نجوم كبار ولكن لما بتنزلي بقى دلوقتي بعد ما انت توقفتي فترة بعدين رجعتي تاني تشتغلي تبقي حاسة بقى حاسة انت فصلتي عن الفن عن الوسط الفني عن العالم يعني برضو خلينا اقولك ان كل سنة الوسط الفني بيختلف من نجوم ومخرجين وشركات منتجة وطريق التفكير وطريق التأدير حتى للفنان شفتي ايه بعد ما عادتي فترة وبيكي رجعتي نزلتي تاني يا والله استقبلوني احلى استقبال واللي بلغني الاردر بتاع فرح العمدة الاستاذ عادي الاديب نفسه قال لي يا فاتن احنا لان انا حبتي التراجد قوي على فكرة حبته جدا واللي حطي فيها الحكتة دي الاستاذ اسماعيل عب حافظ والاستاذ جمال عب حمي فقال لي يا فاتن احنا هنسيب التراجد شوية لان عملتي معاه برضك مسلسل كان تراجد جدا حتى احمد بدار يقول لي لا انت خلتيني مش عارف ايه انت لا ايه ما بات اللي هو انت بتفصلي او انت بيقى قدام الكاميرا تتحولي اه تتحولي عارف انا دول الفنانات الشطرين اللي هم الموهوبين اللي هو انا برا الكاميرا حاجة وقدام الكاميرا انا احدى تعني اقول تمثيل زي ما بيت قال اه مش اعلم بس دي طبيعت اه فالاستاذ عادل بقى لما جيت ومسلسل قبل كده هو بقى طلبني ساب لي فايس وقال لي يا فاتن كذا احنا عايزين نضحك بقى وعايزين نرجع للكوميدي تاني بقيت سعيدة طبعا لما مخرج يبلغك الأردر من المخرجين المحترمين الطيبين اللي بيحب الفنانين اللي بيشتغلوا معاه وبيقدرهم هو يكلمت بنفسه دي حاجة كبيرة برضه انا اشتغلت مع مخرجين اسمال عب حافظ جمال عب حميد احمد سقر طبعا كلهم اسزة يعني فاهماني فببقى مستمتعة اه عمالقة الاخراج اشتغلت معاهم حظك حل فيه سنس كده معلومة عايز يقولك يجي يقولك في ودنك مش يقولها في اللونج مثلا ميزة عائش انا خالص تابع برامجك المفضلة واحدث المسلسلات على قنواتنا اشترك الآن او اتصل على الارقام التالية الفا قنوات الاسرة العربية